أنا فأس كنت من الكلمة على أهلي وقلت له هسألك سؤال كده إيه على الماشي في جملة تاريخية كده دايماً تقال في النادي الأهلي وأنا مقتنع بيها ومؤمن بيها أيضاً يعني أنه النادي الأهلي نادي مبادئ وتقاليد وقيم في بعض الناس بتتدائم من هذه الجملة أو بتقول أنه ما فيش حد مثالي وبطبيعة الحالة ما فيش حد مثالي بس لماذا دائماً يقال أن النادي الأهلي نادي مبادئ وتقاليد رغم أنه برضو بيبقى فيه أخطاء وبعد المشاكل على فترات يعني أكيد زم أنت بتقول أي مكان أو أي مؤسسة فيها أخطاء وفيها أخطاء وبتحصل وممكن يبقى فيه أخطاء وما تطلعش كمان ما تظهرش يعني يعني اللي بيبقى جوا النادي عارف أنه ما بقى فيه أخطاء بتحصل ما تظهرش وده طبيعي بالعكس أنا بشوف قوة المكان أن أخطاءك سواء أوليلة أو سواء كتيرة الأفضل أنها ما تطلعش صح ولازم الناس اللي جوا المنظومة يحاولوا يحافظوا على المكان بقدر الإمكان سواء بقى العيبة سواء مسؤولين لكن لما تجي تشوف تاريخياً وعلى مدار التاريخ من أول منادي الأهلي أنشئ 1907 لحد النهاردة المواقف التاريخية والمواقف المرتبطة بالمبادئ أو بالقيم أكتر بكتير من أي موقف صغير